نواة عديدة سابقة كابتن طريق العشري ضرب مثال رائع جداً لكل المدربين المصريين وقال لك فيه مدرب كبير في مصر أجنبي خبير أجنبي في مصر اسمه مانويل جوزي أنا روح أعمل معاه معايشة ليه الكلام ده مش موجود دلوقتي ليه المدربين الشباب دلوقتي ميروحش يخبط على قرار يقوله عايز أعمل معاك معايشة جوزي جوميز عايز أعمل معاك معايشة ليه المدربين عندنا بقى الحتة دي شوية مش عارف مش عايز هاولها بصراحة استكبار اللي هو يعني أنا روح أعمل معايشة ليه مع مدرب ما أنا كمان مدرب جامد والله عاوز أجرأ من المدربين وعاوز أجرأ خاصة المدربين الشباب اللي هم عاوزين يتعلقهم بالضبط بالإضافة طبعاً يعني لو عرض الأمر على كل أره هل ممكن يسمح ولا ما يسمعش يعني أنا لما عرضت الأمر على مانويل جوزي كان عن طريق كابتن أحمد ناجي كان أحمد ناجي مدرب حراس المرمو وكلمت أحمد على أساس أنه يكلم مانويل جوزي والراجل كان مرحب بشكل كبير جداً جداً وأنا كنت سعيد ويمكن كان يعني تربطني بإعلاقة كبيرة جداً وكان مؤثر فيها بشكل الإجاب يعني في تطوير عقلي طريق العشري وأنا كنت زي ما أنت عارف كنت في بدايتي وكنت جريء جداً أن أنا أروح وحتى كان عندنا الإدارة الله رحمه الله وعبد الرحيم كان معارض معارض أن أنا أروح إزاي أنت مدرب في الدارو متاز زي وزي 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 ده فرق بينه 30 سنة خبارات أدريبية طبعاً كتير أو يعني والصدف أن أنا بعد ما روحت يعني الصدف أني مش عارفين تعريفها ولا لا إن أنا لما تقابلت مع النادي الأهل في دروس 16 أنا خرقت النادي الأهل يعني بعد ما خدت المعيشة مع مانو الجوزيك أي ولو تفتكر هنا يجيبه هنا في الماتش ده مانو الجوزيك كنا عندنا في الماكس قام سلم علي وكان مانو الجوزيك ما يقومش يسلم لحد يعني كان عنده كريزمة كده أو شخصية فالكشت يعني ناسها يعني ساعيت معي لأ ده ساعيتها كان مبسوط جداً أنا كسبت وبعدين يعني عارف أنت لما كنت الأستاذ الفرحان بتلميزه أيوة وقال لي جملة أنا مش نسيها قال لي أنا عاوزك أنا رايحك أنا البرتغان عاوزك أرجع كنت حامل الكاز فعلاً وفعلاً السنة دي احنا خدنا بطولة الكاز الله يعني أنا أعظي الأثار الإيجابية اللي أنا فيها تطورات عقلية وخبارات طريق العشر اللي اكتسبتها من مانو الجوزيك أنا طبقتها على فرقتي طيب فاللي استفاد مين؟ أه أنت في الآخر أنا كسبان أنا وفرقتي بالزبط كده هو مش خسرنا حاجة أه كابتن طريق العشري أنت اشتغلت أو يعني قضية فترة معاشة مع مانو الجوزيك لعبت قصاته كسبته وكسبك ولعبت برضو قصات مارسل كولر ولعبت خمس مولايات تقريبة قدام مارسل كولر لما أنت بقى كمدرب بتقيم شايف مين كان أفضل والإثنين عاملين نجاحات والإثنين اللوقت عاملين يعادله أرقام كясاة مع بعض مين أفضل كان مانو الجوزيك ولو مارسل كولر مانو الجوزيك يعني أنا في رأيche الشخصي مدرب التاريخي من بعد هاتوكودي في الندي الأهلي إن قاعد في ترة طويلة مانو الجوزيك قاعد في ترة طويلة جدا مع النادي الأهلي و مانو الجوزيك من الحاجات اللي أنا لحظتها في جمعega النادي الأهلي كان معشوق جماهير النادي الأهلي يعني يعني من النادر تلاقي جماهير بتحبه مدرد خاصة جماهير النادي الأهلي فكان مانو الجزيز كان مؤثر جدا بالإجاب في الجماهير زي ما كان مؤثر جدا في اللاعبين أو في النادي فكان بينويل احترام النادي يعني من الحاجات اللي أنا كنت رايح ألاحظها في شخصية أنا كنت مش رايح يعني عشان أكتسط تدريبات أنا رايح كنت رايح عشان أكتسب شخصية ملو الجزية عين ملو الجزية علاقات ملو الجزية خبرات ملو الجزية عشان أنا ببني شخصيتي التدريبية كمدير فني مش رايح عشان أخذ تدريبات ولا لا لا ما كانش دي الهدف أنا رايح أنامي قدراتي كمدير فني